قالت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية إن بريطانيا والنرويج ستزودان أوكرانيا بـ 850 مسيرة صغيرة شبيهة بمروحيات إبلاك هورنيت في صفقة جديدة وذكرت الصحيفة أن هذه المسيرات صغيرة جدا بحيث يمكنها التحليق على بعد أقدام من الجنود الروس ودخول المباني للتجسس عليها وأشارت إلى أن هذه الطائرات التي لا يتعدى طولها 20 سنتيمترا والتي تبدو كأنها لعبة أطفال استخدمتها القوات البريطانية لأول مرة خلال الغزو في أفغانستان ويبلغ مدى المسيرة المصغرة 1.2 ميل وتطير بسرعة قصوى 11 ميلا في الساعة وبها خاصية الرؤية الليلية وإمكانها الطيران أيضا لمدة 25 دقيقة وتتميز بأن محركاتها صامتة بدرجة كافية بحيث يمكنها دخول المركبات بدون اكتشافها بينما تقوم ثلاث كاميرات في مقدمتها بتصوير فيديو عالي الدقة وقد وصف باحث في مركز الفضاء الألماني هذه الطائرات المسيرة التي طورتها النوريج بأنها الأفضل في السوق حاليا وقال إن نشرها في أوكرانيا يغير قواعد اللعبة ومن فوائدها أيضا أنها تغني عن رسال الجنود لمعرفة ما إذا كان هناك أي مقاتلين معادين مختبئون داخل المباني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة